لا يسخر قوم من قوم ترى قوم المقصود بها الرجال تقتصر على الرجال ويقول الشاعر وما أدري ولست إخال أدري أقوم المعنى أم نشاه قوم مقابل نساء يعني رجال في لفظة القوم تطلق على الرجال أجي خاطب هنا صنف الرجال بعد ولا نشاء من نشاء عسى أن يكوننا خيرا من هون القصة شنو هاي شبابها شبابها يرون المفسرين لها شبابين شباب يقولون هاي لعلاقة صفية بتحيي بن أخطب صفية بتحيي بن أخطب كانت يهودية وأسلمت وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله المفسرين يقولون عائشة كانت تعيرها تقولها أنت يهودية بنت يهوديين أو بنت يهوديين فإجت اشتكت إلى النبي قال لها أنت بوسعك أن تقولي لها أنا أبوي هارون وعمي موسى وزوجي رسول الله أنت بوسعك وطيب خاطرها ورواية لا أن عائشة وحفصة كانوا يضحكاً على أمسلمة أمسلمة قصيرة قصيرة قامة قصيرة القامة فكانت تأشر عليها بيتها شوي أنها قصيرة هذا المعنى نزل القرآن ينهى نشاء النبي عن الإشاءة إلى النشاء الأخرى يهدد لا يكون تشخر امرأة من امرأة قد تكون أفضل منها لأن الشخرية في واقع الأمر بيها لون من ألوان الإيهانة والله عز وجل كرم العبد اشتركوا في القناة